السؤال هو أرسم منحنة المعادلة التالية Y يساوي 5X تربيع ناقص 20X زائد 15 إذن Y يساوي 5X تربيع ناقص 20X زائد 15 هناك عدة طرق لرسم المنحنة الطريقة الأولى هي افتراض ثلاثة قيم لـ X وتعويضها في المعادلة لحساب قيم Y ثم رسم تلك النقاط على رسم البياني تحتاجون إلى ثلاثة نقاط فقط لرسم القطع المكافئ الطريقة الثانية ارسموا المحور الأفقي X والمحور الرأسي Y وافترضوا أن هذا هو منحنة المعادلة ثم احسبوا نقاط تقاطع المنحنة مع المحور الأفقي وكما تعلمون التقاطع مع المحور الأفقي يعني ما قيم X التي تكون عندها قيمة Y تساوي 0 أو متى تكون قيمة هذه المعادلة تساوي 0 احسبوا إحداثيات هاتين النقطتين وإحداثيات رأس القطع المكافئ وهي النقطة التي تقع في منتصف المسافة بين هاتين النقطتين وبذلك تستطيعون رسم القطع المكافئ باستخدام تلك النقاط الثلاث جدوا أولاً ناتج المعادلة 5X تربيع ناقص 20X زائد 15 يساوي 0 اقسموا طرفي المعادلة على 5 للتخلص من معامل X تربيع وتبسيط المعادلة لاحظوا أن جميع الحدود تقبل القسمة على 5 اقسموا طرفي المعادلة على 5 اختصروا هنا يتبقى لديكم X تربيع ناقص 20 تقسيم 5 يساوي 4 إذن ناقص 4X زائد 15 تقسيم 5 يساوي 3 إذن زائد 3 يساوي 0 تقسيم 5 يساوي 0 حاولوا تحليل الطرفي الأيسر ما العددان اللذان يحاصل ضربهما يساوي موجب 3 وناتج جمعهما يساوي سالب 4 بما أن حاصل ضربهما يساوي عددا موجبا هذا يعني أن إشارتهما موجبة وبما أن مجموعهما عدد سالب هذا يعني أن العددين سالبان العددان هما سالب 3 وسالب 1 لأن سالب 3 ضرب سالب 1 يساوي 3 وسالب 3 زائد سالب 1 يساوي سالب 4 تصبح المعادلة X-3 ضرب X-1 يساوي 0 ما قيمة X التي يكون عندها هذا التعبير يساوي 0؟ وبذلك يصبح هذا التعبير يساوي 0 ثم تصبح هذه المعادلة تساوي 0 X-3 يساوي 0 أو X-1 يساوي 0 أضيف 3 إلى طرفي هذه المعادلة X يساوي 1 هذا يعني أن نقاط التقاطع مع المحور الأفقي هي هذه النقطة عندما X يساوي 1 وهذه النقطة عندما X يساوي 3 إحداثيات النقطة الأولى 1.0 والنقطة الثانية 3.0 احسبوا الآن إحداثيات رأس القطع نقطة رأس القطع تقع في منتصف المسافة بين الجذور عندما يتقاطع المنحنة مع المحور الأفقي الإحداثي الأفقي X لرأس القطع هو 2 لأنه يقع في المنتصف بين النقطتين عوضوا عن X بالعدد 2 في المعادلة لحساب الإحداثي الرأسي Y إذن إذا X يساوي 2 Y يساوي 5 ضرب 2 تربيع ناقص 20 ضرب 2 زائد 15 ويساوي 2 تربيع يساوي 4 ويساوي 20 ناقص 40 زائد 15 سالب 20 زائد 15 يساوي سالب 5 إذن إحداثيات رأس القطع هي 2 فاصلة سالب 5 تستطيعون الآن رسم منحنة القطع المكافئ باستخدام هذه النقاط الثلاث أولاً حددوا رأس القطع وهي النقطة 2 فاصلة سالب 5 أي هنا ويتقاطع المنحنة مع المحور الأفقي عند النقطة 1 فاصلة 0 والنقطة 3 فاصلة 0 هذا هو شكل القطع المكافئ للمعادلة تحققوا من الإجابة الإجابة صحيحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا